مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وفي بداية الحلقة حابب أهني حضراتكم بعيد القيامة المجيد سواء اللي احتفلوا الأحد الماضي أو الإخوة اللي احتفلوا الأحد القادم المسيح قام حقا قام من ضمن الموضوعات المهمة في الإيمان المسيح بل تعتبر هي أساس الإيمان المسيحي هو حقيقة صلب وموت المسيح وهذه الحقيقة تعتبر حقيقة تاريخية حتى النقاد والملحدين حتى الذين ينتقدوا الكتاب المقدس ويرفضون يعني معجزاته ويرفضون وحيه يؤمنون أن صلب المسيح حقيقة تاريخية مؤكدة هذه الحقيقة التاريخية المؤكدة لا يوجد عالم واحد اليوم مسيحي أو حتى ناقد للكتاب المقدس يجرؤ على أن يقول أن المسيح لم يصلب تاريخيا ليه؟ لأن كل الأدلة التاريخية موجودة تؤكد لنا أن المسيح حقا قد صلب في قصة في الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 18 كان في ملك شرير اسمه أخي أب وخي أب يريد أنه يروح يحارب جلعاد وبعدين عنده مجموعة من الأنبياء الكذبة المحيطين بالكاثرين فقال لهم إيه رأيكم أطلع أحارب جلعاد ولا لأ فالأنبياء الكذبة لأنهم بيأكلوا عيش طبعا من الملك قالوا له اطلع ده أنت هتبقى يعني منتصر وغالب وأعداءك هيهربوا من حواليك كويس ده الأنبياء الكذبة لكن في ملك آخر نصح وقال له طب ما نجيب واحد من أنبياء الرب اسمه ميخة ونسأله فراحوا طبعا يجيبوا ميخة من مكانه وهم جايبينه من مكانه قالوا له نقولك إيه عايزين ننصحك نصيحة كل اللي قابلك قالوا أنه الحرب دي إحنا منتصرين فيها وقالوا للملك كلام طيب فأنت لازم تقول نفس الكلام اللي قلناه للملك مهم في نهاية القصة قال لهم حكاية ميخة قال له حكاية قال لأخقاب حكاية وهي دي فعلا اللي بتلخص لنا ما يحدث من 14 قرن قال له إيه قالوا الرب جمع الأرواح حواليه الشريرة وقال لهم مين فيكو يقدر يغوي أخقاب مين يقدر يضلوا فده الكذا وده الكذا وبعدين طلع جي روح قال له أنا أقدر أغوي قال له تغوي بإيه قال له أكون روح كذب في فم أنبيائي أكون روح كذب في فم أنبيائي وعش كده كل شخص أتى بعد المسيح زي ما قال المسيح هو نبي كذاب والنبي الكذاب مش الفكرة وراء عمل الشيطان ومملكة الظلمة كبيرة جدا لكن من أكثر الخدع اللي بيستخدمها أنه يجعل الإنسان يعيش في تدين مزيف تدين زائف أنه يضل 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 الحق ويزيف الحق وعش كده حقيقة صلب المسيح التي لا يستطيع أحد أن ينكرها ويس يأتي من ينكرها ويقول أن المسيح لم يسلم إحنا الموضوع حلقة اليوم زي ما قلت الأدلة التاريخية على صلب وموت المسيح الأدلة التاريخية على صلب وموت المسيح لما بنحط البوست على صفحات الخدمة سواء عبر الكتاب أو الحياة أو غيره قبلها بيوم بنحط عنوان الحلقة وموضوعها علشان يعني فيه ناس بتحب أنها تجهز نفسها أو يعني تشاهد الحلقة فبنقول لهم الحلقة تبقى موضوعها إيه ففي بعض الإخوة المسلمين بيخشوا دايما بيعلقوا على صفحاتنا أنا حبيت أجيب لحضراتكم بس في بداية الحلقة تعليقين اتنين وورينا قد إيه التعليقات دي هي كل تفكير الإخوة المسلمين قال إيه واحد اسمه أبو سيف سنيان قال الخرافة هي الصلب بما أنه مصدرك الوحيد الكتاب المؤدس وبيقول لي أن المصدر الوحيد الكتاب المؤدس ياس المصدر الأكيد والمضمون والذي لا يختلف عليه إثنان هو الكتاب المقادس لكن حضرتك تجهل أن هناك أيضا مصادر أخرى أنا باعتبرها ثانوية لكنها تاريخية كتبها أعداء للمسيحية في القرن الأول الميلادي ويس فيها شاهده على أن المسيح قد صلب وده بيأكد لي صدق الرواية الكتابية وأكلم عنهم بهذه الحلقة الأخ الثاني بقى وأنا قوات كتيرة بيعجبني اللي بيروح بخياله بيسرح بخياله شوية الأخ ده مشهور أنه فعلا بيسرح بخياله كتير جدا قال إيه يمكن يمكن الحجم الكلمات أو الفونت صغير قدام حضرتكم لكن بيقول إيه وهذا هو البرهان هو بيكلم على برهان عدم الصلب الذي صلب على الصليب ومات على الصليب لم ينزف دم من يديه وأرجله من إثر دق المسامير فلو كان المسيح بجسده حقا صلب على الصليب كان يجب أن ينزف دم من يديه وأرجله من إثر دق المسامير لكنه لم ينزف دم من يديه ولا من أرجله من أثر دم دق المسامير وهذا دليل وهذا دليل صارخ بأن الذي صلب ليس الذي صلب ليس بشرا أو بجسد بشري بل شبها لهم شفتوا الخيال لما واحد بيترك له المجال كده يعمل إيه قالك بما أنه بما أنه الكتاب ما ذكرش أنه من يد المسيح خرج دم ومن رجل المسيح خرج دم كويس يبقى الذي صلب ليس شخص المسيح وليس بجسد عادي هو عايز إيه هو عايز عايز يقول لما دق المسامير كان لازم الكتاب المقدس يقول وسال دم من يده وسال دم من رجليه وبما أنه الكتاب المقدس لم يذكر أنه سال دم من يده وسال دم من رجليه يبقى أكيد دوا مش المسيح زي ما مثلا واحد يقول لك أبو فلان عمل حدثة وودوا المستشفى ورجليه تقطعت تقوله بما أنه رجليه بما أنه ما ذكروش في التقرير أنه سال دم من رجليه يبقى رجليه ما تقطعتش الكاتب كان مقدس بيفترض زكاء القارئ وبيفترض أنه على طول يفهم أنه لما يدقوا مسامير في دم ولما يحطوا مسامير في إيده في دم هو يمكن ذكر بس الطعنة أنه خرج دم وماء لأنه ليها دلالة مهمة جدا أنه تأكيدا على موت المسيح لكن هو بيفترض أنه أنت تفهم أنه لم يقول لك وضقوا المسامير في يديه وفي رجليه أنه أكيد مكان المسامير سواء في رجله أو في إيده خرج منها دم لكن لا 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 المكانش يذكر لو مش مذكور أنه خرج دم يبقى أكيد ده مش جسد المسيح ده شبها له دي بس يعني مجرد بعض التعليقات على طيب حقيقة صلب المسيح أنا أجب لكم اتنين من أكتر اتنين اللي اتنين النقاد للكتال مؤدس في القرن الواحد الشيء القرن اللي احنا عايشين فيه من أكتر اتنين كويس وواحد فيهم اللي هو جون كروسن ده مؤسس حاجة اسمها جيس السمينار وبيطعن في كل تعليم المسيح وهل المسيح قال العبارة دي ولا ما ألهاش ويعني شغلانة كبيرة لكنه لا يقبل الكتال المؤدس كوحي من الله ولا يقبله على أنه هكذا أوحى الله للرسل بكتابة حياة المسيح فشخص من النقاد المعروفين الكبار قال ايه وده يعني زي بقول من أكتر الكارهين والناقضين للكتال المؤدس قال بما معناه النص الانجليزي موجود قدام حضراتكم يعني لما بيقول بمعنى أنه صلبة أمر صلب المسيح صلب المسيح أمر مؤكد كما يمكن أن يكون أي شيء تاريخي أنه أي حقيقة تاريخية بنشوف أدلتها وبنفحصها صلب المسيح أيضا أمر تاريخي محقق واحد من أكثر الحقائق المؤكدة تاريخية ده واحد ناقض لكتال المعدس مش مؤمن به لكن بقولك أنه صلب المسيح واحد من أكثر الحقائق المؤكدة تاريخية هي أن يسوع قد صلب بأمر من بيلاتوس البنطي حاكم الحاكم الروماني ده ده ناقض طيب أكمل مع حضراتكم بس أخد أبو خليل من الإمارات مرحبا دكتور أشوك أهلا مرحبا بيك أهلا وسهلا بحضرتك آه ورد الآن شخص أبو سنان أعتقد اسمه آه أنه خرافي إذا كان مصدرك الكتاب المقدس هو صلب المسيح آه فنطبق العكس إذن الخرافي ما صلبوه وما قتلوه موجودة فقط في القرآن ده وشكرا شكرا لك وعلى فكرة يعني يمكن يمكن الكتاب المقدس بيقدم لنا أدلة أخرى كثيرة جدا هتكلم عنها الزمان والمكان والوقت ومين ومعه وكل التفاصيل أما الكرآن مصبته أو الطامة الكبرى أنه قال لك ما صل أبوه وما قتلوه ولم يقدم لك دليلا واحدا صحيح أنا حبيت أعليك بس على النقطة حضرتك عبتشرح أنه في أدلة تاريخية حبيت أعليك أشكرك أشكرك أبو خليل أشكرك شكرا لك شكرا ده زي ما قلت واحد من النقاد اللي بينتقدوا الكتاب المقدس قال لك أنه حقيقة تاريخية صلب المسيح حقيقة مؤكدة 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 طيب الحبيب بقى اللي هو حبيب الإخوة المسلمين كميز حبيب الإخوة المسلمين بارت إيرمن بارت إيرمن يعني لم يترك أمر في الكتاب المقدس إلا ونقده من مخطوطات العهد الجديد لهوت المسيح اللي الملحدين والمسلمين يعني بيعتبروه العلامة بتاعهم كويس لما نيجي لصلب المسيح ويريد دكتور مونك الزغير ومن الناس اللي بينقضوا تاريخية الصلب يجب لنا برضو ماذا قال بارت إيرمن عن الصليب بارت إيرمن قال لك جيسوس يعني يسوع أو جيسوس بمعنى أنه مش ممكن أبدا يشك فيها أو حتى أنها موضوع جدا حقيقة موت المسيح كنتيجة للصلب أمر لا جدال فيه ده مين ده ده بارت إيرمن بارت إيرمن ابعاته الاسم ده لأي واحد من الإخوة اللي هم يعني بيصدعونا ليل نهار في الطعن في كتاب عدس من من الرأس الكبيرة ليهم حاليا منقذ السقار إلى التلاميذ الصغيرين كويس حقيقة لا جدالة فيها هل تقبل كلام بارت إيرمن يا دكتور منقذ على أنه عالم مسيحي زي ما بتقول أن حقيقة صلب المسيح لا جدالة فيها حقيقة تاريخية وأنه مات نتيجة الصلب موت كنتيجة الصلب ولا لا طيب أخذ الأخ أبو مهند سلام المسيح أخونا أبو مهند مساء الخير مساء النور كل عام كل عام وحضرتك بخير وانت بخير وصحة وسلامة يا ترى عند حضرتك تعليق على الموضوع الحلق النهاردة لا أنا لدي سؤال لأدي سؤال إذا سمحت اتفضل سؤالي يوم الأحد عندما استقبلوا المسيح في أحد الشعنين سرخوا وصلنا في الأعالي مبارك الآتي في اسم الرب لكن يوم الجمعة حقوا كلمة ثانية قالوا أصلبه أصلبه نفس يجز نفس الناس اللي كانوا مشاركين باستقبال المسيح حقوا نفس الشي يعني تغير كلامهم يعني مئة وثمانين درجة زي ما بقولوها هل لو أجيت أسأل أي إنسان ماذا تقول أنت أصلبه أم مبارك من الآتي باسم الرب أشكرك شكرا المسيح جاء ليفلب شكرا لك يا أخونا أبو مهند شكرا لك كل عام وحضرتك بخير نرجع إلى تاريخية الصلب أنا جبت اتنين من أكتر اتنين النقاد حاليا اللي هم عايشين معنا اللي يعني بنسمعهم وبنقرأ لكتبهم مش ناس ماتت من فترة اتنين من أكتر اتنين لنقاد الجتام بيقولوا انه تاريخية صلب المسيح صلب المسيح كأمر تاريخي لا جدل فيه لا جدل فيه بايز يجي في فيديو آخر واحد من علماء العهد الجديد وهو واحد له ثقلو هذه الأيام وهو انتي رايت وهو أسقف إنجليزي وعالم متخصص في العهد الجديد وبالأخص في كتابات بولوس وله العديد من المؤلفات والكتب وهو أيضا أستاذ العهد الجديد بجمعة القديس أندرو بإسكتلندا أندرو يونيورسي بإسكتلندا انتي رايت سؤال سؤال عن تاريخية صلب المسيح خلونا نشوف الفيديو أنا عمل نهلوش سبطيت الترجمة لكن أنا هلأخص حضراتكم الفيديو بسيط وممكن ألأخصه بسهولة أنه صلب المسيح أو موت المسيح من أكتر الحقائق المؤكدة التاريخية في العهد في التاريخ القديم يعني ده أمر مفروغ من مكمل وهو حطه من حيث البرهين التاريخية والأدلة التاريخية كأنه يعني مقتل يوليوس قيصر ودمار مدينة أرشين لا أحد أبدا يشك في التاريخية هذه الأحداث كما أيضا تاريخية صلب المسيح جرسول في عدد 70 يوجد كل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة تصب في حقيقة أن المسيح تاريخيا تاريخيا قد صلب أنه في القديم يعني في القديم الناس بتبص على كلمة الصليب أو الصلب على أنها كلمة حتى ما الناس ما تجرؤش أنها تقولها حاجة فيها من الخجل والعار اللي لا يقبلها المجتمع ولا حتى الإنسان يقدر أنه ينطقها بسهولة أن هذا التغيير يقول لنا أن الكلمة نفسها كلمة الصلب تحمل في معناها من مقاسي وألم ومعاناة وطريقة بشعة للموت هذه بنرى أنه على طول المسيحيين استخدموا الصليب كرمز لإيمانهم وهذا التغيير في هذا التغيير مش ممكن يحدث إلا إذا فعلا كان المسيح قد مات حقا ده 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 مؤمن وقبتلكه أيضا براهين غير المؤمنين النقاد بما فيهم بارت إرمان عن ترخيط صلب المسيح يجي بقى يجي الإخوة المسلمين وأنا دايما دايما في موضوع الصلب يمكن لا لما أقول إن أنا شاهدت معظم معظم الفيديوهات بتاعة الإخوة المسلمين اللي فيها بيتعانوا في صليب المسيح ما فيش واحد فيهم فيش واحد فيهم جاب لي جاب لي دليل تاريخي واحد كويس بيعملوا إيه يروح للكتالة المؤدس للأناجيل الأناجيل اللي بتؤكد أن المسيح كانت صلب الأناجيل اللي أنا لو اديت لديت الكتاب المؤدس دوا اديته لأي شخص ها وقلت له اقرأ متة أو مرقص أو لوأ أو يوحن اقرأ أو اقرأ الأصحاحات الأخيرة من كل إنجيل وقل لي إيه اللي حصل قل لي إيه اللي حصل هيقل لي إن المسيح صلب هيقل لي إن المسيح مات هيقل لي أن المسيح قام في اليوم التالت ده أي واحد حتى لو يعني كل اللي بيعمله في الحياة كل اللي يعرف في الحياة هو أن يعرف يقرأ بيفك الخط هيقل لك هيقل لك إنه المسيح قد صلب وأن المسيح قد مات وأن المسيح قد قام ليه لأنها حقيقة معلنة في الأنجيل ليه لنما الإخوة المسلمين يقول لك لا 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 المسيح لم يصل طب إيه الدليلك أصل المسيح قال إنه الآية اللي أنا هدها لكم هي آية ينان كما كان ينان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان وبما أن ينان كان في بطن الحوت مش ميت يبقى المسيح ما كانش ميت وهو يخفل تماما حتى التفسير البسيط لكلام المسيح وكلمة كما اللي هي التشبيهية كل ده بيجهله ويجهل كل ما سرد في الأنجيل عن حقيقة موت المسيح زي النصاب الكبير للأسف زاكر نايد اللي يقولك إنه إحنا هو ألم يصلب بس إيه الدليل عندنا إحنا مش هندخل في دليل طب ربنا إزاي غير المواضيع إحنا برضو ما نعرفش مش مهم خلينا نسمع الفيديو بتاع زاكر نايد بعدين نرجع نعلق عليك قرآن سورة نسا 4 157 مهم إزاي ده حصل إحنا ما نعرفش تم تقدم لي دليل احترم عقلي زي ما منقص قال لك إيه قال لك هو إحنا نعرف أحسن من ربنا هو ربنا قال كده خلاص إحنا نعرف أحسن من ربنا إنتو عملين تقولولي هاتو أدلة هاتو أدلة وإحنا هنعرف أحسن من ربنا وقفل الباب على أي منطق وأي تفكير وأي حتى استخدام للعقل الطبيعي إنه ممكن الإنسان يسأل أسئلة ويقول أين هو الدليل كم مهر مهر أحسن من ربنا لا يستخدام على ساتردي واللي هو يوم ما ينفعش فيه حد يكون بيموت أو معلق على على الصليب فهو نزلوه من على الصليب أي ونزلوه من على الصليب عملوا بقى أي كمل بقى بقية الفيديو فهو يفترض إنه حتى وإن كان وضع على الصليب خلوا بقى لكم وإن كان المسيح قد وضع على الصليب لكنه لم يموت هذا الإنسان جاهل هذا الإنسان سوري في اللفظ كذاب هذا الإنسان يعلم جيدا يعلم جيدا إنه هم تأكدوا من موت المسيح قبل أن ينزلوا جسدوا من على الصليب وعشان كده كسروا أرجل كسروا أرجل للصين اللي كانوا موجودين علشان ده يعجل يعجل من عملية موتهم إنه تصبح عملية التنفس مستحيلة لما يكسروا رجليه رجليهم ولما جم عند المسيح وجدوه أنه قد أسلم الروح اتأكدوا أنه قد مات هو عارف كده بس هو كذاب يقولك حتى لو هو على الصليب بس هو ما ماتش هم نزلوه من على الصليب لكنه ما كانش مات ويمكن بقى حطوه في القبر ولما حطوه في القبر يمكن نذهب إلى نظرية الإغماء إنه كان أغمى عليه وبعدين قام وزق الحجر وبعد كده سعد إنه المسلمين ما عندهمش أي إجابة ولن يوجد عندهم إجابة وهتظل تاريخية صلب المسيح هي المصمار الذي يعني دقة في نعش الإسلام وفي تاريخية ومصدقية تاريخية النصوص الإسلامية أن الإسلام لا يقدم دليلا تاريخيا واحدا كل اللي بيعمله منقز وغير منقز من تشويه لنصوص في العهد القديم وفي تشويه لنصوص في العهد الجديد كويس لا ينكر أبدا أن أي قارئ أي قارئ للأنجيل بيدرك حقيقة إن المسيح قد صلب دي حقيقة يعني مفروض منها لا جدال فيها أن المسيح قد صلب وأنه قد مات نما نظريات الشبيه وغيره دي كلها أنا بسميها خرافات إسلامية لا تمثل الإيمان بأي سلاة بل بالعكس هي لا تحترم العقل ولا تحترم المنطق وتناقض العقل وتناقض المنطق طيب أجي إلى براهين صلب المسيح لما نكلم عن براهين صلب المسيح إحنا نكلم على الأقل عندنا ثلاث حاجات خلينا حطهم أنا أو على الأقل كويس اللي هي الكتابات والوثائق الرومانية واليهودية القديمة ودي دول ناس مش مسحيين دول ناس زي ما احنا نقول مش من دن دول ناس إما وثنيين أو يهود ونقاد ومستهزئين بالإيمان المسيحي كويس فذكروا المسيح قد صلب ولا لا وهل كتابتهم قريبة للحدث ولا بعيدة عن الحدث هنشوف الأنجيل الأربعة الأنجيل الأربعة هي سرد تاريخي لأحداث تاريخية حقيقية حدثت في مكان وزمان ومع أشخاص الأنجيل الأربعة هي لها مصداقية تاريخية كبيرة جدا والأنجيل الأربعة بتتفق الأنجيل الأربعة بتتفق على أن المسيح قد تم القبض عليه على أن المسيح قد حوكم أمام قيافة على أن المسيح حوكم أمام بيلاتوس البنتي على أن بيلاتوس البنتي خضع لطلب اليهود وأسلمه للموت للصلب على أن المسيح قد صلب على أن المسيح قد مات على أن المسيح قد دفن على أن المسيح قد قام وصعد الأنجيل الأربعة تتفق على كده طيب أخذ الأخ سامعين مدخلة وأرجع مع حضرتك ألو دكتور أشرف ربنا باركك الرب يخليه كل سنة وأنت طيب وأنت طيب دكتور أشرف بس حبي بقى أرى لك آية واحدة مجتمة مقدس لأنه ذاكر نائك أحمدي والأحمدية أنت عارف إيمانهم إيمانهم أن المسيح قد طلب ونزل عن الطليب بأنه أحمدي بكلم عن نظري هذا بس أنا بقول أنه بجنسة دائما بدي أرى لك من يونان الصحة الثانية عدد ثنين بقول يونان صرخته من جوف الهاوية فسمعت الصوت يعني يونان صرخ من جوف الهاوية الهاوية مكهن الأموات يونان كان ميت يونان كان ميت بدون أكسيجين ترتية معه في بطن الحوت بدون أكسيجين كان ميت ويسوع كان ميت زي يونان بالجسد يونان ميت في بطن الحوت وبروحه كان في الهاوية في يونان كان ميت مش حية إحنا بننسى هذه النقطة لازم نتركز عليها يونان كان ميت في بطن الحوت وصرخ من الهاوية مكان وجود الأموات في الهاوية أشكرك أشكرك يا سمعين شكراً لك شكراً لك رب ببركك كل سنة وانت تطعب فالحقيقة إنه فعلاً المسلم يعجز أمام تاريخية صلب المسيح ويعجز على الرد عليها ويعجز على تقديم الأدلة والبراهيم كل اللي بيعمله أصله هو ملك ولا ملكين طب هي راحت والظلام باقي ولا راحت عند شروق الفجر ويجي عند النص بتاعي اللي هو يعني طبعاً كل الأمور دي احنا ردين عليها ومردود عليها مش أنا بس اللي الردد علي دي مردود عليها من كثيرين من أول نشأة اليمان المسيح يعني وقل له طب أوكي انت بتقرأ النص ده قل لي تصلب ولا ما تصلبش قل لي مات ولا ما ماتش قل لي ماتة زي مرقوز زي لؤة زي يوحنة بيقولوا إيه هل في واحد فيهم بيقول ان المسيح لم يموت هل في واحد فيهم بيقول المسيح لم يصلب هل في واحد فيهم بيقول المسيح لم يقم من بين الأموات طيب أخد الأخت فريال آلو أهلين أخت فريال كل سنة وحضرتك طيب أشكرك ربي باركك أنا ما عرف هذول الأخوة المسلمي ليش الصليب مدوخهم وما يخلي ينامون الليل يعني لكن لأنه الحقيقة مثل ما قال الوحي الإله في الكتاب المقدس فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهاز لا ساعة آلو أوكي الخط وقع طيب ممكن أخت فريال تعود الاتصال بينا ونرحب بيك فأنا عندي الكتابات الوثائق اليونانية والرومانية القديمة واليهودية عندي العهد الجديد عندي رسائل العهد الجديد اللي هي بترجع إلى يعني بعضها أقدم حتى من الأنجيل في إعلانها لحقيقة تاريخية صلب المسيح أجي إلى أو خلينا باسمها مرة تاني بسميها مصادر أولية اللي هي العهد الجديد العهد الجديد بيكون من الأنجيل أربعة ورسائل العهد الجديد وفيه مصادر ثانوية وثائق رومانية وثائق يهودية بتؤكد لنا أن المسيح قد صلب طيب للي بيقول لي أنه أنه صلب المسيح ده خرافة لأنه مؤسس على الكتاب المعدس طبعا زي ما يعني أخونا أبو خليل رد قال له طب ما أنت بتعتمد في إيمانك على القرآن فيعني لكن إحنا عندنا على الأقل ما يؤكد صدق تاريخية النص الكتابي صدق تاريخية الحدث أنت ما عندكش ما يؤكد صدق عدم تاريخيته أو عدم حدوثه ده ستوس مؤرخ رومة العظيم وده من سنة 56 إلى 116 طب أخذ المدخلة وبعدين الأخ هاكوب من روسيا أهلين وسهلا بك حبيبي أهلين 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 مبسوط أسمع صوتك تاني كل عام أنت بخير المسيح قام حبيبي بالحقيقة أخوان ونحن شهودا على ذلك الرب يبارك حياتك ويبارك تاع المحبتك يا حبيبي يا رب يكون بخير وصلاة أن الرب لله يعطيك نعم أمين أمين ويباركك حبيبي حبيبي أخونا وغري يعني الصراحة أنت عم تتكلم عن أدلة عن صلب الرب يسوع المسيح يعني حوالي في أكثر من 37 نبوءة تحدث أو تتكلم عن صلب الرب يسوع المسيح والتي هي حرفيا في أسس اليوم التي صلب فيها المسيح ومن أهم هذه نبوءة نبوءة أشعياء المذكورة في سفر الإصحاح 33 نعم فهذه أول نقطة الثاني نقطة طب هل صلب المسيح حقيقة أم خرافة فيه ناس كثير للأسف الشديد بتقول أنه صلب المسيح خرافة طيب ولكن قصة الصلب المسيح هي قضية جدلية رئيسية بين المسيح والمسلم حيث أن الصلب يعتبر أنه شهادة العقدة الأساسية للكنيسة فأني أدعو لكل شخص باحث عن الحقيقة ودارس وباحث يتأمل في هذه الكلام اللي أنا رح أحكيه أولاً شهادة التاريخ فيه واحد اسمه كيرلينيو ستايتوس بـ 55 بعد الميلاد هو مؤرخ روماني ملحد ويعتبر أنه أهم مؤرخي روما القديمة بقول لك سجل قصة صلب المسيح بالتفصيل في مجلداته التي وصل إلى عدد ثمانية عشر مجلد عم بتكلم عن الرب يسوع المسيح يوسيفوس يوسيفوس من أكبر المعام أنت عارف من هو يوسيفوس أنا وإنت كل واحد دارس في الكتاب المقدس وعارف عن يوسيفوس يوسيفوس هو مؤرخ يهودي عرف أنه كتب عن تاريخ شعبه في عشر مجلد حيث سجل قصة حياة الرب يسوع المسيح مثل تعليمه مثل معجزاته قصة صلبه بالتفصيل بأمر من بلاط الصلب منطي ثم أشار إلى ظهور الرب يسوع المسيح حياً في اليوم الثالث يعني في هذه الحالة أخوي الغاري طيب النقطة الثالثة لوسيان الإغريقي مؤرخ بارز كتب عن صلب المسيح وعن المسيحين والذي كانوا قبله الموت لأجل إيمانهم بالمسيح طيب أعطيك أكبر شاهد وأكبر دليل على هذا الكلام غير الأشخاص بالتاريخ بيلاطوس البنطي الحاكم الروماني التي أرسله طيبارس قريق قيصر الذي أرسل تقرير كامل من الألف لليام من A to Z عن الرب يسوع المسيح والذي أخذه كمان فيه شخص اسمه تورتليانوس أحد أهل وثائق الذي يدفعه الشاهد عن المسيحيين يعني أخذ التقرير الكامل عن الرب يسوع المسيح بشكل عام اثنين النقطة الثانية التلموت هو كتاب مقدس لليهود ونسخة في عندهم في نسخة في أمستردام موجودة طبعا في هولندا في 1943 صفحة خماتين واربعين بيقول لك فأن يسوع المسيح الذي يدعى المسيح قد صلب مساء يوم الفصح أرجو أكرر يسوع الذي يدعى المسيح قد صلب مساء يوم الفصح طيب أعطيك شغلة أخيرة وأخدم فيها والربي بارك لا يتفضل الربي بارك تم تسلمني يا غالب في شهادات نبوءة الأهد القديم قلت لك في أكثر من سوعة واربعين نبوءة تتحدث عن صلب المسيح والتي تحاققها تحرفيا وأيضا زكريا 11-12 تسلم الرب يسوع المسيح لليهود بثلاثين من الفضة اتمام هذه النبوءة موجودة في 26 آية 15 الرب يسوع المسيح كان عطشان الإنسان طبعا مش ليس لله الإنسان لما كان عطشان على الصديق قال أنا عطشان فأسقوه خلّل مزمور 22 آية 15 يحنى 29 تركوا تلميذ وهربوا في زكريا 37 متى 16 الآية من 31-56 ثقبوا يديا ورجليا 22-16 لتأمام هذه النبوءة في 23 الضوقة 23-22 في كثير من النبوءات على فكرة يعني الأنجيل أنت عم تتكلم عن الأنجيل وعن بسمعك على فكرة والرب يبارك حياتك أخوي الغالي يعني في النصف الأخير من إنجيل يوحن بتتكلم عن صلب المسيح والنصف الأول يتكلم عن الثلاث سنين ورص من حياة سعلى الأرض يعني عن صلب المسيح من السبب الأساسي والرئيسي اللي جاء فيها الرب يسوع المسيح من أجلنا على الأرض والربي باركك حبيبي أخوي الغالي أشرف شكرا ليك ويزيدك بالنعمة وبركة من عندك وانت بألف خير المسيح قام وبحقيقة قام ونحن سهودهم على ذلك أمين أمين الرب يبارك لك أمين أنا معرفش اللي ممكن يعني يحتاج المسلم علشان يقتنع إنه صلب المسيح كحدث تاريخي تم هو طبعا صعب بالنسبة له لأنه ده معناه إنه الرواية الإسلامية غير حقيقية الرواية الإسلامية غير حقيقية والرواية الإسلامية غير حقيقية وبالبراهين غير حقيقية يعني يعني إذا كان هناك براهين تؤكد صلب المسيح فنفس البراهين اللي بتؤكد تاريخية صلب المسيح هي نفس البراهين اللي بتحكم على الرواية القرآنية إنها غير حقيقية غير حقيقية إحنا ما روحناش إدينا لتاستوس أو غيره مئة ألف دولار عشان يكتب لنا حاجة مزيفة الناس دي كانت طب بطبيعتها غير مؤمنة مؤرخين بيكتبوا ماذا ما حدث فيه الامبراطورية الرومانية وفي الأماكن التي حكم فيها الرومان كويس الشعوب وأدموا لينا هذا التاريخ أدموا لينا هذا التاريخ وذكروا لينا أمور تؤكد إنه ما ذكر في الأنجيل كان أمرا حقيقيا لا جدالة فيه لا جدالة فيه نشوف مثلا تستس اللي يطلق عليه مؤرخ رومة العظيم مؤرخ رومة العظيم زي ما قلت لحضراتكم حكتين حكتين النهاردة حتى العلماء النقاد اللي هما يعني بينتقدوا كل ما في الكتال المعدس من نقد عالي لنقد منخفض نقد النص نقد الكاتب لكل مدارس النقد المختلفة حكتين النهاردة في مدارس النقد يعتبروا منتهين منتهين حاجة الأولانية حاجة الأولانية تاريخية وجود شخص اسمه يسوع النصري ده أمر منتهي ده أمر منتهي ما حدش النهاردة بيشك في هذا الحقيق تاريخية شخص المسيح الأمر الثاني تاريخية صلب المسيح ده أمر أيضا لا يشك فيه حتى النقاط للكتالة المعددة يقول لنا إيه بقى التسيت يقول لنا هو بيتكلم عن حادثة حصلت أيام نيرون الامبراطور الروماني وهي حادثة معروفة لنا كلنا حادثة معروفة لنا كلنا هذه الحادثة هي حادثة حرق روم نيرون كان كان شخص عنده جنون سواء جنون العظمة أو يعني تسميها زي ما تسميها وكان يعني جد في مرة في دماغه أنه يحرق روم عشان يصنع روم جديدة وعلشان الحريق دوا دمر أماكن كثيرة في روم وبدأت الأصابع الاتهام تتجه إلى نيرون فالنيرون بيدور على كبش فداء لازم يدور على كبش فداء فوجد الجماعة المكروهة المبغوضة المنبوزة من اليهود ومن الرومان التي هذه الجماعة هي الجماعة المسيحية كويس يقول كده في كتاباته ولكي يتخلص نيرون من التهمة تهمة حرق روم ألسق هذه الجريمة بطبقة مكروهة باسم المسيحيين يبقى أول حاجة في مجموعة كانت موجودة في روم هذه المجموعة كانت مكروهة وهذه المجموعة اسمهم المسيحيين ونكل بها أشد التنكيل يعني بهدلهم اتحادهم حطهم للأسود حرقهم وعاديين يقول لنا فالمسيح الذي اشتقى المسيحيون منه اسمهم ده تاستوس بيشرح للناس اللي مش فاهمها بيشرح للناس اللي بتقرأ الوثنيين اللي بيقروا الوثائق بتاعته عن ما حدث بيقول لهم انا يعني يقول لكم فكرة عن المسيحيين ده المسيحيين الطبقة المكروهة دي هم بينتموا لشخص اسمه المسيح عشان كده جي اسمهم مسيحيين من المسيح والمسيح هذا هو هنا مش بيمتدح المسيح ده بيقول لهم انه هم بيتتبعوا شخص مجرم والمسيح هذا كان قد حكم عليه بالموت المسيح اللي هم بيتبعو ده حكم عليه بالموت في عهد تيباريوس على يد احد ولادنا المدعو بلاتوس البنط هم قالش why ليه هم حكموا عليه بالموت هو عايز يقول لهم ان الجماعة دي مكروها والجماعة دي بتتبع شخص مات حكم عليه بالموت يا اما انه حكم عليه لانه كان مناهض لقيصر حكم عليه لانه كان بيسبب عدم استقرار للمملكة الامبراطورية الرومانية انه حكم عليه فبحكم الرومان هذا صخص مش كويس لا هذا الشخص مش كويس لانه حكم عليه على عهد في عهد تباريوس وعلى يد بلاتوس البنت احد ولادنا وعلشان علشان عشان تست سيقول الكلام ده لابد ان يكون هناك وثائق موجودة في القصر الملكي بتقول ايه اللي حصل في اليهودية ماه جابهاش من دماغه هناك تقرير اكيد عن ما حدث للمسيح يسوع واحكام بلاتوس البنت التي اصدرها على المسيح وعلى غيره في اليهودية لابد ان تكون هذه مسجلة عندهم انا نهاردة لو حبيت اكتب عن مثلا ثورة 2019 في مصر منفعش ان انا بس اكتب عنها مجرد من دماغي انا لازم يبقى عندي القدرة على الاطلاع على الوثائق الموجودة الوثائق السرية الموجودة عن ما حدث عن اخر ايام لمبارك عن مين اللي كان بيحرك الدنيا عن وضع البلد عن كل هذه الامور لازم اتكلم عنها وده اللي بيقوله هنا تستس وييجي واحد بعد تستس بي 600 سنة يقول لي لا 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 اصلهم ما صلبهوش ولا ما ماتش عش تقبل بشهدتو ولا ما تقبل بشهدتو اللي بيقول لي انه انه صلب المسيح بس جاي من كتاب معدس بيقولك او جاي من حاجة تاني واحد اخر وثني متطهد للمسيحية غير مؤمن بالمسيحية بيقول انه المسيحيين بيتبعوا شخص حكم عليه بالصلب او بالموت طبعا حكم الموت بالنسبة للرومان كان الطريقة البشعة اللي بيستخدموها هي الصليب الصليب طيب تابل شهادة واحد تاني لوسيان لوسيان من 115 الى 200 ميلادية قالنا اي لوسيان ولوسيان كان كاتب ساخر كان كاتب ساخر بيصخر من كل الامور واسلوب دايما كتابته هو الطريقة اللي فيها سخر سواء من معتقدات او من اشخاص وفي كتاب في كتاب موت برجينيوس قال لنا ايه اللي حصل ان المسيحيين كما تعلم ما زالوا الى يومنا الى هذا اليوم يعبدون رجلا بيترع المسيحيين زي ما المسلمين لحد النهاردة يقولك المسيحيين الذين يعبدون ثلاثة اله نفس الاسلوب نفس الاسلوب كما تعلم ما دالوا الى يومنا اليوم يعبدون رجلا وهو شخصية بالنسبة لهم متميزة استنى لهم شرائعهم الجديدة وصلب من اجلهم يبقى حقيقة صلب انا ما اهمنيش بيكتب بطريقة سخرية او غير سخرية المهم بيهمني انه بيقول حاجة حصلت بيقول حاجة حصلت انه صلب من اجلهم ومن اللحظة التي اهتدوا فيها الى المسيحية وانكروا الهة اليونان وعبدوا الحكيم المسلوب او المتصور في المسلوب الحكيم المسلوب هو بيعمل ايه هنا الصليب عند اليونانيين يعتبر جهالة يعني واحد يحكم عليه بالصلب والناس تمجده وتعظمه الصليب عند اليهود عثرة لكن عند اليونانيين جهالة وبعدين الفكر اليوناني دايما باستمرار هو الفكر اللي يشجع على ان يكون الانسان قوي وحكيم وعظيم وله شأن ومرموق وانه انما يحكم عليه بالصلب تيجي تقول لي في واحد هيخلصك بس هذا المخلص قد مات على الصليب انا هتحك عليك او اتبع المسيح الذي صلب من اجلك انا هتحك عليك اتبع المسيح الذي صلب الاتنين ما تمشيش مع بعض ده كان بالنسبة لليونان عش كده هو بيستهز بيقول وعبد الحكيم المسلوب استقر في عرفهم انهم اخوة من اللحظة اللي فيها عبدوا وتركوا الهة اليونان وعبدوا الحكيم المسلوب استقر في عرفهم انهم اخوة تقدر تطلع من النقد ده الساخر اللازع اللي فيه استهزاء للمسيحية تقدر تطلع منه اكتر من حقيقة تاريخية ان عبادة المسيح لم تأتي متأخرة كما يدعي المدعي بان المسيح قد صار الها بقرار من مجمع نقية الكلام دوا بيلغي دوا نهائي بيشتبه بل من بداية المسيحية والمسيح رب والمسيح يعبد كويس صلب من اجلهم حقيقة تاريخية اخرى ان المسيح صلب من اجل العالم كله من اجل المؤمنين نيابة عنه انه الايمان هذا المسيح ما ينفعش يقبل الهة وثنية معاك صار المسيح هو الكل في الكل صار المؤمنين يعبدون المسيح ويتنازلون عن كل الهة الامم الوثنية وفي الاخر انه صاروا اخوة وده كانت الكنيسة الاولى طيب اخد اخونا زكريا من المغرب الو 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 سلام ونعم الدكتور اهلين بك اخ زكريا كيفك كل عام وحضرتك بخير انا بخير كل عام وانت بخير دكتور اشرف عزميو اتمنى انك اعج قيام النزيد امين شكرا اشكرك على برنامج اكاديمي عبر الكتاب المقدس واتمنى لك ولكل مشاهدي الاصدقائك ولمشاهدي افترام بعيد قيام المجيد وكذلك اليهود كذلك عيد فتر مبارس لنا اليهود الان يحتفلون بعيد الفتر وكذلك اخوتنا المسلمين الذين لا زالوا على عهدات الاسلام التمنى لهم رمضان الكريم وكذلك للمسيحيين عيد قيام الرب الحقيقة قام الرب قام الحقيقة شكرا لك شكرا الله يحفظك بسبب زمن كورونا الناس لم يعودوا يجتمعون الكنائة يجبا يعني تنصحون بالجماع لهدف الاحتفالات منذ ايام عهود 2011 ايو الكنيسة ناشيطة والان اصبحت الكنيسة يعني يذهب الاجتماعات وتكتف الاتصالات ومدين بالكتب مقدس وعلى مشاهد الكريم ان يطلبوا كتاب مقدس من قناة الحياة من الدكتور اصرف العزمي شكرا لك بالتأكيد الله يحفظ بخصوص البرنامج البرنامج يعني صلب النسيح يعني هناك قصة الدكتور العزمي قصة الكرامين الاسرع بالنزيل المقدس لمنزق الاسرع انا عندي بس دايتين انا عندي بس دايتين اخونا زكريا دايتين على ممكن نكلم بعد الهوى احكي معاك ولو في اي حاجة نقدر نقوم بيا لكن كل سنة وحضرتك طيب وشكرا على اتصالك ارجع الى الحقيقة اللي عايز اوضحها انا ما دخلتش لسه في الحلقة احنا لسه في بداية الحلقة لكن هي الحقيقة اللي انا اللي انا عايز اقولها انه احنا لما نيجي عند موضوع صلب المسيح كويس عارفين لما بتتكلم عن موضوع انت مالي ايدك صلب المسيح بنسبالنا احنا مالين ايدينا من حقيقة موت المسيح احنا مالين ايدينا من مش بس عشان الوثائق الوثانية والاخرى اللي بتقول لنا كده لا لان احنا كمان بنصدق كتاب المؤدس لانه الكتاب المؤدس مليان من تفاصيل دقيقة جدا دقيقة جدا مش ممكن يقولها الا شاهد عين او حدث حقيقي حدث وبيسجله الكاتب فالمسيح المسيح صلب المسيح وجه يعني ثبت وجهه منطلقا نحو ارشاليم المسيح اتى من اجل ان يصل ومش بس نبوات العهد القديمة اللي بتقول لنا الحقيقة دي لكن انا بنشوف كمان التحقيق بعيوب كل الذين عاصروا المسيح شافوا تحقيق لهذه النبوات امام عيونهم تحقيق حرفي لها في صليب المسيح وما اجمل كلمات اشعياء النبي عندما قال كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا المسيح مات من اجل خطيانا وقام من اجل تبريرنا الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم